السلام عليكم وصلتني ميزة من الواتساب في انتظار أخرى أكثر روعة منها إلا أن هذه أيضا لا تخفى أهميتها فتابعوني بعد قليل لاستعراض هذه الميزة الجديدة ميزتنا ستصل تباعا إلى المستخدمين سواء كانوا على نظام الأندرويد أو الأيو اس لم تصلني على الأندرويد وصلتني على الأيو اس باختصار هي ميزة تنقذنا من مشكلة كانت تؤرقنا وهي مشكلة شغل الواتساب للمساحة فكنا نضطر في كثير من الحالات إلى حذفه وإعادة تنصيبه من جديد للتخلص من هذه المشكلة إذن دون أن أطيل عليكم ندخل الواتساب نذهب إلى تبويب الإعدادات ننزل إلى البيانات والتخزين دوني استوكاج أول عنصر لهو إدارة المساحة يعطيك لمحة عن المساحة المشغولة من جهازك والمساحة الفارغة وكم يشغل الواتساب من مساحة جهازك يصنف المحادثات إلى أولا محادثة تشغل أكثر من خمسة ميجا ثم بعد ذلك يصرد عليك عنوين المحادثات وما تشغل كل منها من مساحة الجهاز طبعا قد لا يظهر جميع المحادثات كما تلاحظون يخبروني أن بعض المحادثات قد لا تظهر لأنها لا تشغل حيزا يذكر ما المعمول في وضعية كهذه لتفريغ المساحة لنبدأ مثلا بهذا العنصر الأول ندخل إليه يعني أكثر من خمسة ميجا لاحظوا إما أن أحدد عنصرا عنصرا ولكنني أفضل طريقة أخرى سوف أضغط في الأعلى يسارا بالعربية ويمينا باللغة الأخرى على تحديد ثم أنزل في الأسفل وأضغط على تحديد الكل ثم أقوم بكل بساطة بالضغط على حذ في الجهة المقابلة هناك إمكانية الإضافة المفضلة وهنا أود أن أفتح قوسين صغيرين لأقول إن كون بعض العناصر في المفضلة ليس هو المكان المثالي لتخزينها فدائما أقول تلك الجملة الشهيرة الواتساب عبارة عن ترونزيت أنا لا أفضل الوضع في المفضلة إلا لفترة قصيرة حتى يتسنى لي أن أضع ما أضعه في المكان المناسب سأتحدث لاحقا إن شاء الله عن هذا الموضوع بإسهار سأضغط على حذف وأؤكد الحذف وتم حذف هذا الأكثر من خمسة ميجا لاحظوا كلما حذفت كلما قلت نسبة شغل الواتساب من مساحة جهازك هذه هي ميزتنا في انتظار ميزة أخرى رائعة طبعا كما أسلفت هذه الميزة خاصة بالنسبة للمستخدمين الأندرويد الذين يتطلبوا حذفهم لملفات الواتساب خطوات ليست بالبساطة الموجودة عليها في الآيو اس الميزة الأخرى المنتظرة هي في نظري أكثر أهمية تتعلق بالحذف التلقائي للمحادثات حالما تصلوني بحول الله أوافيكم بها رسمية غير تجريبية إلى لقاء آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم